انطلقت بمدينة الحوطة عاصمة محافظة لحجة الجلسة الحوارية الثانية الخاصة بمشروع تعزيز صوت المرأة في اليمن المنفذة من قبل جمعية بسمة تنموية والممول من الاتحاد الأوروبي حيث جرى خلال الجلسة التي تم تنفيذها بدعم من نظمة البحث عن أرضية مشتركة مناقشة موضوع عدم قدرة النساء على اتخاذ قرار الزواج والعمل والتعليم من خلال وضع المشاكل والأسباب والحلول والنتائج لتعزيز صوتها في اتخاذ القرارات وأكد المشاركون في الجلسة ضرورة إشراك المكاتب الحكومية المعنية ونظمات المجتمع المدني إلى جانب الأهالي والأفراد في تعزيز حقوق المرأة واتخاذ قرارهم في الحق في التعليم والموافق على الزواج وحقهن في العمل